وفي أي حرب محتملة على لبنان يتحمل القطاع الصحي أثقالا كثيرة فكيف هو حال سوق الدواء؟ بأيام الحروب والحصار خطر الموت بسبب عدم توفر الأدوية والعلاجات بوازي خطر الموت المباشر بسبب الحرب ففي حال دخل لبنان الحرب هل عنده مخزون كافة من الأدوية بالبلد؟ يلي لازم نعرفه أن نص استهلاك السوق اللبناني من الأدوية بيعتمد على الأدوية المصنعة محليا خصوصا الأوتيسية لما بده وصفة طبية والأدوية المستعصية والمزمنة وجزء قليل كثير من أدوية السرطان ومواد غسل الكلة أما النص البيئة فيستورد من الخارج عندنا ما يكفي من المخزون للأدوية الأساسية والأدوية المزمنة اللي بحاجة إلى المريض اللبناني ما يوازي أربع إلى خمس شهور من الأدوية الجاهزة وخمسة إلى ست شهور من المواد الأولية إلى جانب ذلك بدي تمنوا أن الأمصال اللبنانية جهزت المستشفيات بمخزون ما يوازي شهرين إلى ثلاثة من الأمصال هيدا بالنسبة للأدوية المصنعة محلياً أما بخصوص الأدوية المستوردة فبحسب أحصاء نقابة المستوردين ما في مشكل بالمرحلة المرتقبة لأنه هناك مخزون بيكفي لبين الشهرين والأربعة شهر لأدوية الأوتيسي والأدوية المستعصية والمزمنة والأدوية اللي بتنعطب المستشفيات لتخفيف الأوجاع وللعمليات أما بالنسبة لأدوية السرطان ومواد غسيل الكلة فمخزونهم بضاين لشهر ونص كحد أقصى لا هيك النقابة عم تتواصل مع المصنعين بالخارج لتعزيز هالمخزون بآرب وقت وفي حال اشتد الحصار فخطة نقابة المستوردين هي أنه ينعمل جمع أو جروب باج للشحنات على أنه تتأمن الشحنة عبر كوريدور جوة عن طريق الإمارات أو بحرن من أبرص بالتعاون مع وزارة الصحة والحكومة والمنظمات الأممية بس من وين ستؤمن الدولارات لاستيراد الأدوية والمواد الأولية بظل هالوضع الاقتصادي؟ بحسب مصادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصورة المركز عم يقدر يأمن الدولارات من السوق مقابل جبيت الدولة بنحو 270 مليون دولار شهريا دون المسبل احتياطة وزعزعة استقرار سعر الصرف وهو مبلغ تقدر الحكومة تتصرف فيه بحسب أولوياتها وهيدا الأمر مستمر حتى إذا صار في حصار ولكن كل يلي قلناه ما بينفع إذا المواطن قرر يخزن أدوية ويشيل من درب غيره وإذا استغل التاجر الوضع مثل مصار بأول الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا